لعبة الحرب هكذا يطلق الأطفال في مدينة تعز على لعبتهم العيدية الخطيرة هذه والمكتسبة سلبيا من ثقافة الحرب وواقع المحافظة الذي تعيشه المستدسة الخرز أو ما تسمى بالحرب المصغرة بين الأطفال لها أضرار كبيرة من القوانب المادية فالقوانب المادية قد تسبب لبعض الأطفال بالعماء والضرار معنوية تتحول بين الأطفال الثقافة تؤثر عليهم مستقبليا من خلال أن يصبح هذا الطفل قد تحول فكره من فكرة التعليم وفكرة كيف يصبح نافعا في هذا البلد إلى فكرة كيف يصبح محاربا مقاتلا وهذا الفكر لا يبني الأوطان إنما تبني الأوطان بفكر بالتعليم الصحيح وليس بالحرب تعد لعبة مسدسات الخرز من أخطر الألعاب التي يمارسها الأطفال إذ تشير الإحصائية الطبية أن ما يزيد عن 16 حالة وصلت إلى مستشفى الثورة خلال ثلاثة أيام معظمها إصابات أطفال في العيون نحن في هيئة مستشفى الثورة العام تعز في قسم الطورة القراحي استقبلنا في الثلاثة الأيام الأولى من فترة إيجازة العيد ما يقارب 16 حالة إصابات بمسدسة خرز وكل الحالة أطفال ويعتبر هذا تقليد أعمى لما يحصل في بلدنا الحبيب هناك أكثر من ثلاثين إصابات في المستشفيات بسبب مسدسة الخرز الذي لدى الأطفال فوصلنا تعميم من الأخ مدير الأمن بأخذ مسدسات الخرز من الأطفال وأخذها من المحلات تلخص هذه المشاهد جزءا من مبادرة قام بها أهالي حي الدحي للتخلص من هذه اللعبة عبر تكسيرها ومصادرتها من الأطفال خصوصا مع تزايد حالات الإصابة فيما ذهبت الأجهزة الأمنية إلى منع المحلات التجارية من بيعها والعمل على مصادرتها من الشوارع نظرا لما تنطوي عليه من أثار سلبية وخطرة خطوة في الاتجاه الصحيح تقوم بها الأجهزة الأمنية لمنع تداول هذه اللعبة والحد من انتشار ثقافة السلاح بين أطفال المدينة فيما تقع المسؤولية الكبرى على الأهالي والتجار للمساهمة في محاربة هذه الظاهرة السلبية حمزة أمين قناة بالقيز تعي